أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست يلي ساعة جانا أنا دكتور جانا بورسلان واليوم الحلقة عن تخطي الاستيجما أو وصمة العار بالعليقات لما الثنائي أو أحد الأفراد يكون عنده إشكالية أو عقلية أو نفسية يعني فيه شيء مخربط هيك بسماء الصحة النفسية وما بالكم لو كانوا الاثنين عندهم ترسبات هيدا الفودكاست انتاج حكواتي التابول كبير يلي بيوجهو الثنائي عادة مش كل واحد بس يعني هيك بتشوف لك كم كوبل بيقلك أنا؟ أنا ما عندي ترسبات ليه حبيبي؟ يعني أنت منزه عن غيرك يعني أنت طفولتك مثلا ما فيها أبدا ولا ربع صدمة طبصوا دايما هيك صغيرة إنه كتير حلو واحد يكون عنده المرونة والقوة والريزيلينس أو العزم الإرادة كل هول كلمات حلوة ومهمة ومنتمنى طبعا نجيب قوتهم معنا على العلاقة طي يخدموا العلاقة يخدموا الشريك ويخدموني يخدموا سعادتي وفرحي وعافيتي وتعاملي مع شو؟ مع الألم لأنه في كتير محلات نحن منبحث عن السعادة ومنركض وراها والبحث عن السعادة وبتعرفوا يعني فيها معلية يعني هلأ بيني وبينك ما حدا غريب إنه فيها شي كذا مليار دولار هادي البزنس ها؟ بس كم بزنس بقلك كيف تتعامل وتتعاطى بالمواقف اللي فيها ألم؟ يعني أمل وألم أين أنت تستمد الطاقة والحب والأمل وأين أنت تعرف كيف تحض ألمك بموضعه وتأفز تقول لحظة أنا إنسان ولعيش إنسانيتي أول خطوة إنه بكل سلاسة اعترف بأمور ما رأت فيها تجارب معينة يمكن لغيره ما أفرت عليه بالوقع يلي جهاز العصب تأثر يلي نفسيتي حفزته يلي ذاكرتي حملت يعني ذكريات معينة بس مش حلنا سوا هيك نتخطى وصمة العار وإنه هي عيب عنده اكتئاب زوجة ورفض يروح عند الطبيب النفس شوهو في المرعب؟ ما هو بتعرفون في المرعب؟ لما واحد يكون عنده ثنائية القطب مثلا يلي هو اضطراب بالصحة العقلية وكمان يتغاضى عنه ويقلك لا هدا يعني عادي بتصير أمراض عقلية أو حواجز ما بدي أقول لها شريكة ما بدي خلي زوج خيّة زوج أختي زوجة ما بعرف مين بصيره يعني شجرة العائلة كلها فجأة بتصير أهم من أنه قوعة فلان يعرف وأهم من علاج المشكلة حبيبي فيه إشكالية عبتأثر على العلاقة بتحب نعترف فيها ولا لا ولا ما بنصدح لنا بعد سنتين ثلاثة يا الله إذا بشارك كون عن جد في صبية محاطة بشبكة داعمة جدا من صبية يعني هي خمسينية بس توحد صبية هلأ نحن بالعالم المعاصر الطب والتكنولوجيا والدنيا كلها باتجاه تطور وصحة الإنسان وعافيته فإذا الموضوع ما بقى هو العمر بالرقم العمر بجودة الحياة بنوعيتها بكيف عم بختبر اللحظة الثانية اللي عايشي فيها وأهمها الحاضر طيب إذا عم بحضر لعرسة والحاضر ماني معترفة أنه في أشكالية يمكن أنا أوكي يمكن ما عندي اكتئاب يمكن ما عندي borderline personality disorder بس يمكن عندي شي تالت يمكن عندي أوهام يمكن عندي ذهان يمكن هيك في اضطراب قلق شديد قلق اجتماعي طب أين تهول منحكي فيهم أنه عن جد هلأ شو بدي أنطر بدي أنطر لأ تزوج وخلف ويجو كل شو في ناس عقبالكن وعقبالك ومبروك البيبي الأول وقامت التاني وعيش هادي الصورة النمطية من الأحداث والتسلسلات اللي بتجي وراء بعض كأنه مسلسل ما بعرف شو بقول مسلسل مصري مسلسل هندي شو حبين أي وصمة كمان بس مش إجا هلأ الوقت نشيل شوي من وقع الوصمات وصمة العار يعني هي شو فيه إذا واحد راح عند الطبيب النفس شو فيه إذا راح فعلا ساعة عند أو طبيب نفس إذا الوضع بيستدعي أو معالج أو استشارة نفس ليجني شو فيه ساعة ليجني انطقاط طاقة حب حقيقية تفعم حياته شو فيه إذا واحد اعترف إنه لا ما بدي يكون شخص نمطي مثلي مثل غيري مش لأنه ألف واحد حوالي بدي أتركهم هني يكونوا تسعمية وتسعة وتسعين وأنا لحالي ما بدي يكون لحالي يلا حطي ليروح أعمل مثلهم لا بدي أتفرد وبدي عيش فرديتي وبدي حب قدي بحب الحياة وقدي بعرف اتعامل مع ألامة وقدي بعرف واجهها يعني فرضا في اضطراب نفسي عقلي مرض شو ما كان بدي واجه الإشكالية المسألة متل ما هي سميها و احكي مع شريكي بلغة التواصل الصريح يعني أنا بعاني من واحد اتنين ثلاثة كلنا عنا ترسبات بحياتنا كل واحد يمكن بدرجة مختلفة إذا بتتوقفوني وإذا صح التعبير طيب نحنا لما نكون عم نبني نكون في نبات نبني نبات شو في اللغة العربية شو حلوة نجي من نصقية هالنبت هي العلاقة وهالعلاقة أنا بتوقعتها تكبر وتنمى وتتطور وتحلو وتحليلي حياتي والحياة حلوة بس نفهمها ايه بدك تفهمها بدك تعالج مشاكلها أما إذا بتضلك تتخبى بخيال أصبعك خلف وصمة العار شو بدي أقلك طب مين بدوا يلحقك لهونيك يعني بكون راح سنوات مين على العمر بعدنا يعني الإشكالية الأساسية ما حليناها طب بتقبل تورت ولادك هيك إشكاليات بتقبل يعني بس كلمة إنه قوعة فلانة وقوعة الجارة وقوعة الفارة خلاص بدنا نعترف بدنا نعيش بدنا نواجه بدنا نكون عنا المرونة الفكرية والصلابة بدنا نتحمل وحب الحياة والتمتع فيها وإنه نجي نقول ما فيا شي بهالبساطة كلنا معرضين إذا اليوم أنا ما عندي اكتئاب بموقف تاني بزمن آخر بمكان تاني يمكن تكون عرضة لموجة من الاكتئاب ما فيا شي فببسطة بتبسط وبصعبة بترجع بتصعب وهيك منكون سوا عملنا إضاءة على قديش اليوم لحياتنا وعليقاتنا الرومانسية وحتى تعارفنا من البداية يكون فيه هيدا النوع من الصراحة ومن الواقعية لحتى نعلق احتمال تكون علاقاتنا حلوة وصحية شاء الله تكون عجبتكم الحلقة اليوم مميزة جدا وأنا بانتظار كل تعليقاتكم خاصة عن الاستيجما وصمة العار بالعلاقات الرومانسية بعالمنا المتطور جدا هل لازم فعلا نظل هيك مخبيين أو ضروري نواجه ونحل الأزمات عند أسئلتكم وتعليقاتكم يلي دايما دايما بشجعكم تشاركوني فيها السوشال ميديا هاندلز تيك توك انستغرام وفيسبوك كل الهاندلز موجودين بصندوق وصف الحلقة ما تنسوا تعملوا متابعة فولو سبسكرايب على كل هالقنوات وبشوفكن الأسبوع الجاية بحلقة جديدة باي